هذه الآية وتلك الآية لا تدلان على مسخ أو على نزع لأحسن تقويم فهل هناك ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يرفع عن الإنسان أحسن تقويم إذا هو تخلى أو خرج عن نطاق العبودية الجواب نعم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف واسأل بني إسرائيل واسأل هؤلاء اليهود واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اسألهم عن أيلة أو أيلات اسألهم عن القرية وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هؤلاء القوم من بني إسرائيل ابتناهم الله سبحانه وتعالى لفسقهم وعتوهم وتحايلهم على شرع الله سبحانه وتعالى ابتناهم وهم أهل صيد بأنهم وقد طلبوا يوما يستريحون فيه من العمل إذا خرجوا للصيد في أي يوم غير يوم السبت لا يجدون الصيد إلا بعنة ومشقة وتعب وكبب فإذا كان يوم السبت الذي هو يوم راحتهم والذي حرم عليهم فيه العمل فإنهم يجدون أمرا عجبا يرون هذه الحيتان وهذه الأسماك تخرج من البحر إلى الشاطئ وتلمع على شاطئ البحر بياضا واكتنازا فرأوا أمرا لا صبر لهم عليه وهم قوم بهت وأهل احتيال على الله وأهل احتيال على شرع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم دملوها أو أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها تحايل على شرع الله عز وجل إن الله حرم علينا الشحوم ونحن لن نأكل الشحوم وإنما سنأكل ثمن الشحوم وهكذا ترى هذا التحايل في قصة هؤلاء الذين كانوا في هذه القرية قال الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون لقد تنبه علماء بن إسرائيل أو بعض أهل العلم فيهم تنبهوا إلى هذا الذي يحدث ما الذي يدري؟ إن هؤلاء القوم يريدون أن يتحايلوا على شرع الله ماذا فعل هؤلاء المتحايلون؟ قالوا إن الله حرم علينا أن نصيد يوم السبت لن نصيد يوم السبت أتوا إلى شاطئ البحر فحفروا الحفر والخنادق حتى إذا جاءت الحيتان يوم السبت سقطت في هذا الحفر فيأخذونها يوم الأحد قالوا إن الله حرم علينا أن نصيد يوم السبت ونحن لن نصيد يوم السبت سنصطاد يوم الأحد خرجنا إن الله حرم علينا الشحوم ولن نأكل الشحوم سنأكل ثمناء إن الله حرم الربا وهذه ليست ربا إنما هي فوائد واستثمارات ومضاربات زعموا وكذبوا والعياذ بالله فتأمر رحمك الله كيف كان حال بني إسرائيل الذين تحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى انقسموا إلى ثناث طوائث انقسموا إلى ثناثة طوائث طائثة وقعت في هذا المنكر وهذا التحايل على شرع الله عز وجل إنهم ارتكبوا منكرين أو إثمين في آن واحد فأما الأول فهو الذنب حينما ارتكبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى وأما الثاني فهو التحايل على شرع الله نعم وطائفة ثانية هذه الطائفة لما رأت هذا المنكر الذي يقع أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وأما الطائفة الثالثة فهي التي تراها في كل زمان ومكان قد لا تقع في المنكر لكنها لا تترك الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر تقف أمامهم تثبتهم وتخذلهم وتقول ما لكم أنتم دعوهم وشأنهم يريدون أن يدخلوا النار وتريدون أن تدخل الجنة دعوهم وما يريدون هل أنتم الذين ستصلحون هذا الكون وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وهذه حدة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر في كل زمان ومكان أولا معذرة إلى ربكم لنعلن البراءة إلى الله من كل ما يخالف أمره أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يتناسب مع إيماننا بسم الله البارئ أن نتبر إلى الله من كل شهوة تخالف أمره ومن كل شبهة تخالف قبره وأن نتبر إليه من كل معصية تباعد عنه وأن نتبر إليه من كل بدعة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعنى البراءة هذا هو معنى إيماننا بسم الله البارئ وأن نمتثل أمر الله وأن نسير على ما خلقنا الله له من العبودية التامة الكاملة التي يحبها الله وإلى الله نعم فهؤلاء الآمرون بالمعروف وأنهون على المنكر قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فما الذي جرى ما الذي حدث الذي حدث قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ما هو هذا العذاب قال الله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين لماذا تحولوا إلى قردة وخنازير لماذا مسخوا هذا المسخ لأنهم خرجوا عن نطاق العبودية بهذا التحايل ولذلك ننبه وننصح كل المسلمين وجل المسلمين الذين يغفلون عن هذه القضية أن لا يطيعوا أحدا من خلق الله في معصية الله وأن لا يستجيبوا لأمر هؤلاء الذين يشرعون القوانين التي تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والذين يتحيلون على ما أحل الله ليحرموه وعلى ما حرم الله ليحلوه ولا نكونك هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إن هذا الذي حدث لبني إسرائيل قد يحدث في هذه الأمة بل سيحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن أبي الدنيا في ذنب الملاهي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة مسخ وخصف وقذف يكون في هذه الأمة مسخ وخصف وقذف متى؟ إذا ظهرت القينات واستحلت المعاجف وشربت الخمر ومثله ما أخرجه التبراني من حديث سهل بن سعد وقد صحها شيخ الألبني رحمه الله هذه الأحاديث بمجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر هذه الأمة مسخ وخصف وقذف إذا شربت الخمر وظهرت المعازف واتخذت القينات أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله لماذا؟ لأن هؤلاء خرجوا عن نطاق العبودية واعلم أنه إذا لم يتم لهؤلاء إذا لم يتم لهؤلاء مسخ وخروج عن أحسن تقويم في هذه الحياة فإن ذلك سيحدث يوم القيامة في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون نعم في هذا اليوم يحدث هذا المسخ وهذا التغيير فترى أهل الإيمان والعبودية لله عز وجل تبيض وجوههم وتزداد إشراقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أول زمرة يدخلون الدنة على سورة القمر ليلة البدر يعني في إشراقهم وضيائهم وأما الكفار فإنهم يحشرون سود الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يحشرون زرق العيون كما قال الله سبحانه وتعالى يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا تزرق عيونهم من شدة العطش ويصابون بالعمى كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقد يحدث مسخ حفيقي لهؤلاء الكفر يوم القيامة كما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة أباه ليس عمه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وإنك لتعدب من هؤلاء الذين يحرفون قول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة يقولون عمه يقولون غير ذلك لا إن صريح النصوص يذل على أنه كان أباه لكن القوم لهم مأرب آخر لكن القوم لهم مأرب آخر يخالفون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبر وقتر فيقول إبراهيم لأبيه يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم يا إبراهيم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أب الأبعب فيقول الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال انظر ما بين قدميك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ قد مسخ أبوه ضبعا منتنا لا تطاف رائحته فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار لماذا؟ لأنه عارض ذع الصدق وناصح الحق عارض ابنه إبراهيم إذ قال إبراهيم يا أبتي واتل عليهم نبى إبراهيم ماذا فعل إبراهيم؟ قانال لي